أسلم وهذه من أثار النصوص خصوصا في البدايات الكاتب لا يدرك أثرها الاجتماعي نعم فصرت في المزيد من المحاذير ولكن صرت تجنب الأسماء التي تشبه أسماء المجتمع ولكن لا أبدا لا أتجنب البحث في كينونة الأسماء وكينونة الشخص والأزمنة والأمكنة لأن تلك هي ملك الجميع وأنا من ضمن المجموعة القائمة في هذا الأرض فيهمني الجغرافيا يهمني التاريخ الأفكار التي تحملها الناس في رؤوسها أحاول أسقطها في صلب الموضوع وبالتالي تعطي القصة ذات معنى وأعتقد هذا ما يجعل المتلقي يرغب في هذه النوعية من القصص القصص التي تؤثر فيه ولا تتركها كما قلت في الحلقة السابقة النص الحي هو الذي لا يتركك حين تقرأه وهذه من البدايات لا زلت أحتفظ في بعض الردود وأحد الردود التي لا زلت أرجع وأقراها من أحد السيدات رسالة طويلة تعاتبني على اعتبار أنني من بيت أهل دين وهل ملتزمين يعني دينيا يعني حالة سلفية كيف أصدر ديوان عفوا مجموعة قصصية وهو المجموعة الأولى باسم الآن وفيها قصة تتناول فلسفيا في الواقع لا غبار على الأسئلة التي تطرح الأسئلة الوجودية استغربت واستنكرت كيف قصص تحمل أسئلة عن الوجود وعن الخلق وعن الذات العليا وهي في رأيي وربما رأيي قاصر هي الكل طرحت في كل المذاهب والأديان لم أأتي بجديد ولكن فقط وظفتها في مجال قصة حتى تكون تلك القصص ذات معنى وليس الاستهلاك الوقت فقط